أعرف أبونا وأنت بتتكلم في أي وردة في ذهني اللي هي كلمات الرب يسوع على الصليب عندما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون للأسف الشديد يعني الإرهابيين بفكر أنه بيعمل أمور في اسم الدين لكن قتل الأبرياء ويظنون أنهم يقدمون خدمة لله كما يقول الإنجيل المقدس من ناحية تاني في ناس متألمة طبعا عم بستلم رسائل كتير لا يخفى عليك البعض غاضب جدا على هذا الوضع والبعض الآخر مستسلم لإرادة ومشيئة الله بيعتبروها نصرة أنه يموتوا في داخل الكنيسة أرواحهم طبعا أرواح الشهداء هم حاليا مع يسوع المسيح حدثنا شوي أبونا يعني عشان يمكن المشاهدين في أغلب الدول العربية يمكن مش عم بيعرفوا شو عم بصير يمكن نسمع الخبر لأنه هاي الحادثة مش أول مرة لأنه من ست سنوات تقريبا في نفس المعاد في رأس السنة صارت حادثة أخرى شبيهة ورح ضحاياها كثير من الناس هو الحقيقة الكنيسة الإبطية من ساعة ما أسسها رب المجدي يسوع بنفسه في زيارة العائلة المقدسة المصر وآتى إليها القديس ماري ماركوس الرسول وهي كنيسة الشهداء يعني حتى قدست البابا تودروس ربنا يطاول عمره ويحفظه للكنيسة في حكمته وقيادته لهذا الموقف وموقف كتير طبعا قال في الكلمة التاريخية اللي هي يوم الجنازة إن إحنا كنيستنا فعلا كنيسة الشهداء كنيسة قدمت يعني مئات الألاف من الشهداء للملكوت للسماء وده هدفنا كلنا يعني إحنا عايشين على الأرض علشان نجهز نفسينا للملكوت فطبعا الإنسان اللي هو بيقدم حياته من أجل المسيح ومن أجل الإيمان من أجل الكنيسة ده يا بخته أو يا بخته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر